السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة ساعة تيفي فنشكركم جزيلا شكرا لحسن المتابعة اليوم غدي نقدم لكم كيكا رائعة مع الكول الديدة 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 اكتر من القياس غدي ان شاء الله نبدأ معكم مباشرة بطريقة تحتر غدي نحتاج التفاح بنسبة للتفاح اما جوج هكا يمين او لوحدها هكا بحجم كبير غدي ان شاء الله ننقيها هكا من القشرة ديالها غدي نقشرها مزيان مزيان بالنسبة للتفاح فان استعملت هدا التفاح الاسفر او الاخضر يعني هدا نوع اسفر لكن باقي هكا ياخضر غدي نجيب واحد الكسرونة او لاي ايناء يتوضع فوق النار غدي نقطع فيها التفاح هكا مربعة صغيرة بهذا الشكل نتمنى في الصورة تكون واضحة لكم على التفاح غدي نوضع عاصر نصف حامضة اذا ما توفرش الحامض ممكن يعني متعملوهش غدي نوضع معلقة واحدة ديال السكر معلقة كبيرة مملوءة بالنسبة انا درتو عاودت حيط المعلقة مملأتاشي ومعلقة واحدة ديال زبدة بالنسبة لهذا المعلقة فهي معلقة موين ما تكتروش السكر وما تكتروش زبدة هدي نوضعهم فوق نار مهيلة مع التحريك يعني ما نحركوش بزاف هكا مرة مرة نحركو وبغينا التفاح ديالنا يتعسل ولكن يبقى محافظ على شكله هنا اذا بغيتوا تضيفوشي شوية ديال القرفة ضيفو انا ما كنحبتش القرفة ومعنش معها هكاية في الكيك فغادي نوضع ان شاء الله هكا واحد شوية ديال الجوز اولو شوية ديال لوس هكا مهربش قياس واحد المعلقة كبيرة ولا قياس واحد عشرة ديال لحبت هكا قطعتهم بالموس بهذا الشكل صافي هنا التفاح ديالي تعسل غلي نطفعي لي هدي نجيب واحد طبصيل غدين نوضع فيه التفاح هكا كيف كتشوفو التفاح ديالي ناشف يعني ما بقاش فيه داك الماء ولا شي حاجي يعني منشفو مع السلم زيان تماما بحل فواكيه مع السالة هدي نوضعه في طباسل بش يبقى على جانبي بردلية احنا غادي ندوزو ان شاء الله نحط درو الكيك في الكيكه غدا نحتاجو بايضة واحدة هدي نحتاجو نصف كأس وافي شوية ديال السيت نباتي الدقيق غادي نحتاجو هنايا ايضا نصف كأس اولاواف شوية ديال الحاليب وغادي نحتاجو غير نصف كس ديال السكر جوج اكيس ديال خميرات الحالويات ووحد لكيس ديال الفاني وغادي نحتاجو الخل بنسبة للخل نضعه على الحليب لكي نحصله على الحليب عاقده كيعطي نتيجة زوينة في الكيك هكا نضع معلقة صغيرين أو لو واحد معلقة كبيرة لا تكتروش لخل بزاف فقط نريد أن يعقدنا الحليب نحرك معلقة الخل في الحليب مستيان و لن نضع الخل نضعه على الجنب نضعه على الجنب نضعه على الكيك في إيناء نضع بيضة واحدة بالنسبة للبيضة بحرارة المطبخ و حجمها كبير إذا كانوا عندكم بيضة صغيرين ستوضعوا جوج بيضات نصف كأس السكر هنا كنت مفية كأس السكر سوف نضع هذا المعلقة سوف نضع كيس ديالفاني سوف نضعه مستيان ممكن نضيفه قشر الحامض سوف يجيون رائعين سوف نضعه بشكل جيد سوف نضيف داباه في هذه الأثناء الزيت يعني من بعد ما صبح البيض نساجم بشكل جيد مع السكر غادي نضيف الزيت بالنسبة للزيت كيف شفته يعني نصف كأس وافي شوية يعني نصف كأس زايد بواحد سنتين غادي نخلط مزيان مزيان وفي هاد الأثناء غادي نضيف الحليب وغادي تشوفوا الحليب كيف صبح شكله صبح عاقد بدك مع القادية للخل كي صبح بحش يوغورت هكا خلطناها مزيان مزيان وكي يعطي نتيجة زوينة في الكيك دا بغادي نخلط بشكل جيد داك الحليب خلطو مزيان مزيان من بعد من سجمي الحليب بشكل جيد مع باقي المكونات بواسطة واحد المسفات غادي نضيف الدقيق فالدقيق ضفت هكا نصف كأس في الأول غادي ندخله مزيان مزيان في المكونات بالنسبة للكيكا دينا بغيناها ما تكونش خفيفة تكون هكا كيف را نقول لكم يعني هكا جا معارسة ان شاء الله شوية بالنسبة للدقيق فهو دقيق أبيض ناعم خاص بالحلويات هكا تشوفو عادي هكا نخلط 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 بالنسبة أنا خلطت غير بهذا الخلطية داوي ممكن تخلطه بخلط كهربائي غادي نضيف جوج خمارات المجموع ديالهم 16 غرام أولا جوج معلقة صغيرة وغادي نضيف هكا الدقيق معهم بالنسبة للكأس الثاني خديت منه هكا واحد معلقة كبيرة أولا واحدة الربع والقوام ديال كيك دينا هو هذا يعني ما شاء الله كان حصله على كيك ناعم وأبيض اللون ما فيه شحو ببد ديال داقيق وقوامو جامع راسو شي شوية يعني ما شي خفيف ما تخليش كيك ديالكم خفيف غادي ناخد واحد المقلات لتقدر دخل الفورن أنا هنا غادي ندهنها بزبدة شوية وغادي نفرش فيها الوارق بالنسبة لزبدة اللي دهنت هكا غير من قطة تغيب الشي لسقلية الوارق ممكن تطيبه في أي مقلات ديال لمسمين أو لا أي مول عندكم أنا أخذت هاد المقلات بسمك ديال 30 سنتيم باش تجيني هكا كيكا تقريبا هاد المقلات سمك يعني 30 سنتيم 31 سنتيم بتجيني هاد الكيكا رقيقة بالنسبة لكم انتم إلا بيتجيكم هكا كل ما بيتجيكم هكا طالعة غادي توضعوا مول اللي السمك دياله صغير يعني سمك 22 24 25 26 لكن أنا نصحة مني هاد النوع الكيك اللي كنوضع فيه التفاح يكون هكا كل مول واحد القيص دياله 27 سنتيم 27 سنتيم باش تجيكم هي هادك على الورق ديالي دهنت هكا بشوية ديال السبتة ومجنب ورشيت شوية ديال دقي هنا غادي نحضر المكونة اللي غادي نزين بهم الكيك ديالنا غادي نزين أيضا بالنسبة لما بغاش يديد تفاح مع السل غادي استعمل هادو فواكه مع السل نسبة أنا غادي لغير هكا شي حبيبات الكيك ديالنا غادي نزيد نوريكم شاكله غادي نحلطه واحد شوية قبل ما صبو في المون نتمنى قوامو يكون واضح لكم كيف كتشوفو جا مع راسو شي شوية دابا غادي نصبوه في المون ديالي اولا في المقلة ديالي وكيف قدت لكم اما القياس اللي بغيتو ولكن انا احبب هاد الكيك اللي كيكون هكا فيه تفاح فيه المقصرات يجيني هكا بقياس صغير او لا رقيق باش كيجي هكا حليلو كيجي ودك التفاح ودك شي عاطي هنا غادي ناخد لحبة ديال السبب كل حبة عن قسمها على جوج باش هكا يجوني نفرقين بهاد الشكل هكا ما كان عماش كمية كتيرة لكن يعني كان فرق هناخدت واحد شوية ديال فوكه معسلة هكا في اللون الاصفر حتى هي غا نوزعها بالنسبة للفوكه معسلة را تماما يعني يعني التفاح بوح ديتو كافي يعني ما تحتاجو هاشي يعني اذا ما بتوفرشي ما تعملو هاشي هنا يا غادي نوزع التفاح بنسبة لها التفاح اذا شفتو فيه ديك التاليكة دياله بزاف رادي هكا تحاولو تنشفوه او لا تحيدو منو دك التاليكة توضعو في حد المصفات اذا شفتو هكا فيه شي سائل غادي تحيدوه شوفو انا عندي ناشف يعني كتحسو غيب القيطع ديال التفاح معسلين ما معاش نهائيا دك التعسيلة دياله هكا غادي نوزعو التهوية بشكل متباعد على بعضه باش تشيني كله تريف فيه بالنسبة للتفاح ممكن تعاوضوه باللينغات هكا يا تهوية تعسله ايضا الفريز حتى هو كيجي في هاد النوع الكيك زوين الفريز بلا ما تعسله فقط تاخدوه وتنشف يعني تقطعوه مربعات او لا هكا يا قيطع وتنشفوه من زيان من المال اللي كيكون فيه وتوضعوه يعني عاوش كيجي واحد الكيك بما داق الفراولا اللي رائع جدا هنا غادي ندير شوية ديال فواكه معسلة ألوان لي شوية وشوية ديال لوزها كيك نبقى لها كمقطعوه احد ضربعات ديال لحبت او غادي ان شاء الله ندخل الكيكة ديالي الفران نشعل عليها من الأسفل حتى هكا تطلع ليا ويضعف أكا تنفخ ليه وتتحمر بالنسبة للحمورية انا كنت نقصها شوية الحمورة وزيت حمرتها شوية على الوجه بالنسبة ديش هدت لكم الحمورة غير الفوق مزيان حاولوا الكيك ديالكم ما تفتحوش عليها الفران هو كيطب هادي من بين نصائح بش كي نجح لنا الكيك كيك ديالنا كيف كتشوفو كي يجيب واحد لعلو لي هكا واحد سنتيم ونصف جوز سنتيم وبالنسبة كي يجي شيش كتر من القياس لأن كله تفاح وكله عمر بهكا بدك الزبيب واللوز بالنسبة لللوز ممكن تعاوضوه بالقرقاح غادي نجيب هنا شوية ديال السكر غلاسي غادي هكا ندير واحد الرشة خفيفة هو الكيك ما كيجيش حلو لأنه في الأول في القوام دياله منا نصف كاس ومعد تفاح منا مع القوحدة يعني ما كيجيش حلو نهائيا غادي نقصم معكم تشوفوا قوام الكيكي كيجي من الداخل غير هو هد الكيك ردوا معه الباله شيش شيش بزاف بزاف يعني في التقطع دياله وفي القلب دياله إذا بيتو تحيدوه من المقلة تردوا معه البال كيف كانت شوفوه شيش بزاف بزاف كيجي هكا كله عمر بتفاح كيجي رائع رائع بمعنى الكلمة دك التفاح كيعطيه واحد للمدق وعر 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 وكيعطيه واحد تاليكة رائعة كيف كتشوفوه هد الكيك هذا كيجي غاني وكيجي خفيف وزوين مع كويس داتي ولا كويس د القهوة ولا مع عاصر شي حاجة اللي رائع رائع جدا ما كتحسوش نهائيا بالخالي ديال الكيك قد ما كتحسو هكا بالتفاح وبالزبيب ودك الحبات ديال لوز اللي عملنا بالنسبة أخواتي إذا ما بوتوش يجيكم هكا تفاح بزاف في الكيك ديالكم فغادي تنقسم الكيمية ديال التفاح ما غادي توضعو غير حبة وحدة صغيرة ولا غادي توضعو يدا كانت عندكم حبة كبيرة توضعو غير نص ديالها بالنسبة أنا بغيتو يجيني هكا كله عاما بالتفاح حيث كان حمق على الكيكة ديال التفاح باش هكا كاملت حبة اللي ما شاء الله كيش تلقي هكا ديالها كيكة ديالنا نهار اليوم هي هدي كيكة خفيفة زوينة صحية ورائعة جدا كنتمنا تعجبكم كنتمنا نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم كنتمنا لكم دائما دوام الصحة والعافية مع السلامة اشتركوا في القناة